قامت مجموعة من الأشخاص في بلدة توحيد في مدينة بندر عباس بإشعال النار في مستوصف لأنهم اعتقدوا أن مرضى كورونا من مدينة أخرى يرقدون فيه وذكرت تقارير منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجمين على المستوصف كانوا يظنون أنه تم نقل عشرة أشخاص من المصابين بكورونا من مدينة قم بؤرة انتشار كورونا في إيران إلى مستشفى في بلدة توحيد ترجمة نانسي قنقر